ترجمة نانسي قنقر 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 وهذه أدت إلى إفراز سبعة للتحديات جديدة بالنسبة لبلادنا أهمها عندك أولاً تأمين تزويد البلاد بكل المواد الطاقية التي نستحركها في سياق دولي متقلب وهذا يؤثر بشكل مباشر على توفير المواد الطاقية وعلى أسعارها ثانياً ضمان الولوج للطاقة التي هي مستدامة مستدامة بالأسعار تنافسية وتنحت على تنافسية الأسعار لكل المواطنين وكل فاعلين الاقتصاديين وكل فاعلين الاجتماعيين بكل أنحاء المملكة ثالثاً تحدي الثالث هو تطوير الشبكة الكهربائية وسائل الإنتاج التي هي مرنة وسائل الإنتاج للتخزين لمواكبة النمو المتصاعد للطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية تحدي الرابع هذا ليس تحدي هذه فرصة تعزيز النجاعة الطاقية واعتماد تكنولوجيات موثوقة في النجاعة الطاقية خامساً تطوير واحد نسيج صناعي اللي هو محلي ودعم القدرات الوطنية في مجال البحث والتكوين وغادي نحت بزاف على التكوين سادساً التطوير المستمر للإطار الشريعي والتنظيمي والمؤسساتي ثلاثة بهم بجملة لمواكبة التحول السريع الذي يعرف القطاع والاستجابة لمتطربات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فما قدروش نصلحو الإطار الشريعي بدون أن نصلحو الإطار تنظيمي وبدون أن نصلحو الإطار المؤسساتي فهذه كل شيء في أقل من سنة وأخيراً أننا طبعاً تقوية الجاذبية الاستثمارات والتنافسية للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الحكامة تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية في كل قطاعات بما فيها قطاع للطاقة وتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة فسيدات والسادة هاد سبعة دلتحديات اللي عطيتكم الرفع ديلها كيتستلزم أولاً تكتيف جهود دلكل فاعلين العموميين والخواص بواحد الانسجام اللي ما عرفناهش في هاد العشر سنين السنوات اللي فاتت ولكن الانسجام لابد منه فلهذا الغرض تم اعتماد مقاربة جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع توصيات نموذج تنموي الجديد وغيرت تركز تنزيل هذا المقاربة على ثلاثة المحاور تقريباً أولاً مواصلة تنمية الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والنجاعة الطاقية مع اعتماد سياسة جديدة لستطوير سوق الغاز الطبيعي في البلاد لتوفير المرونة اللازمة للمنظومة الكهربائية وسيمكن ذلك من أولاً تخفيض الكربون ولكن ثانياً تخفيض التكلفة وتحسين القدرات التنافسية والقدرات الشرائية الركيزة الثانية هي تسريع وطيرات الإصلاحات لتعزيز الحكامة الجديدة وإعادة هيكلة قطاع التوزيع توزيع في الكهرباء وتوزيع في المحروقات في توزيع المواد الطاقية كلها الركيزة الثالثة هي تعزيز التعاون الجهوي في مجال الانتقال الطاقي والأمن الطاقي وخاصة عبر تقوية الروابط الكهربائية والغازية والطاقية بشكل عام فحضرت سيدات والسادة نبدأ بقطاع الكهرباء فيما يخص قطاع الكهرباء كما تعرفون راح فضعوا هد الأرقام اللي أنا أعطيكم القدرة الكهربائية المنشأة انتقلت من 627 ميجاوات في 2009 إلى 7,743 ميجاوات في آخر 2021 ففي مجال الطاقات المتجددة عندنا من غير 60 مشروع اللي كانوا أعطونا 4 جيجاوات دي القدرة المنشأة عندنا 59 مشروع اليوم على قيدة التطوير أو الإنجاز وهي عندهم واحد القدرة الإجمالية ديال 4.5 جيجاوات وهاتش ماشي كافي سعده 50 مشروع سنحاول نسرعهم ولكن ماشي كافيين فموازة مع تطوير ديال القدرات ديال الإنتاج ديال الكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة تمت مواصلة الجهود لتقوية شبكة الإنتاج والنقل والتوزيع تم إنجاز قريبا 3200 كيلومتر إضافية من خطوط النقل الكهربائية خلال هذه الفترة ديال بعد السنوات الفتية كانت هناك تكلفة إجمالية ديال تقريبا 14 مليار ديال الدرهم ليصل الطول الإجمالي لشبكة النقل الكهربائي مع أواخر 2021 28 ألف كيلومتر و352 وفي المجال القراوي كيفما كتعرفوه تمت كهربات 10705 دوار بالشبكة الكهربائية الوطنية باستثمار يفوق 8 مليار ديال الدرهم لتصل نسبة الكهرباء القراوية إلى 79.83% سنة 2021 وكيفما قلت من قبل نحن نحاول نعطي واحد انطلاق لهذا 0.9% اللي بقيت بطرق غير تقليدية بدون اللجوء إلى الشبكة الكهربائية الوطنية بطرق اللي هدرت عليهم في البرلمان وفي اجتماعات أخرى وفي اطار هاد المقاربة الجديدة تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتسريع بعض البرامج ما غنضرش على القاع التدابير اللي قدرنا في هاد الساعة الأشهور الماضية ولكن أولاً عملنا على تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية في الإطار اللي عندنا بطاقة كهربائية من مصادر متجددة بهدف تعزيز تنافسية للصناعة الوطنية والإنتاج النظيف له وخالم الكربون تم التوقيع إلى واحدة اتفاقية لتنفيذ هالورش وتم الترخيص لأول مشروع يهوم تزويد مجموعة من الصناعيين في المدينة الصناعة دي القنيطرة بالطاقة الكهربائية بمصدر متجدد قدره خمسين ميجاوات وتوجد مشاريع أخرى في مصدر الترخيص لأنه الطلب لبلينا هو أكثر تفوق هذا الطلب دي 800 جيجاوات ورساعة نحن نحاولو نفعلو أكثر هاد المشاريع تانياً تجهيز محطات تحليا دي المياه لبمرمجة بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة كيفما كتعرفو تم الترخيص لأول مشروع ريحي بمنطقة الداخلة بقدرة ربعين ميجاوات كيغطي الحاجية دي حوالي خمسلاف أكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة ولكن الأشغال الجارية بالنسبة لمحطات أخرى منها المحطة التحليا ديال البياه بالدار البيضاء بقدرة إنتاجية هنا هي 300 مليون متر مكعب في السنة الإجراء الثالث اللي غادي ندكر اليوم ما ندكرش بحلقة لكم قاعد الإجراءات هو الإعلان عن نتائج طلبات العروض لإنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الفوتوظوئية من طرف الخواص بعدة مواقع بالمملكة اللي كتراكم للوحد القدرة الإجمالية تكتب لها 400 ميجاوات ما نهضرش لكم على المشاريع الخراب حال ميدلز حالة انضراراية فتم كذلك اتخاذ بعض التدابير في مجال ناجعة الطاقية تم الشروع في إعداد برنامجين للتأهيل الطاقي للمؤسسات التعليمية والبنايات التابعة لوزارة العدل هو هذا البرنامج اللي أنا كنسميه برق 2.0 وكذا الشروع في تطوير نظام القياس والتتابع والتحقق لقطاع النجاعة الطاقية وسيمكن من تتابع المؤشرات والأهداف المسطرة في مجال النجاعة الطاقية ونكملوا الكهرباء القراوية كما تم برسم قانون المالية سنة 2022 إعفاء المنتجات والمواد داخلة في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة ورى هناك تضخم ليس غير في الأسعار البواد المحروقات ليس غير في الأسعار المواد التي تدخل في التخزين كان واحد تضخم في السوق الدولي حتى في الألواح الشمسية وفي الكمبوزن ديال الانرجيي كان واحد تضخم اللي الوكالة الدولي اللي طاقة هدرت على واحد عشرة فاصل 15% في العمائين ديال تضخم في هاد المراكبات ولكن ما نرى مع الديبلوپور هما تهدور على كتر مدكشي تهدور على العشرين تتلاتين في الممائة ديالتتضخم في هاد الكمبوزن ولكن احنا ديال تنحاولو نقسم تضخم لأن السوق المغربي هو سوق اللي هو تخز امبورتان لهاد الاتكنولوجي ديال الانرجي نوفيل الانرجي نوفيل الانرجي نوفيل فواحد الكلمة على نضاء الجانب التشريعي والتنظيمي هذه نقطة مهمة لأنه كيف ما كتعرفو هاد الجانب حضية من طرف هاد الوزارة وهاد الحكومة بوحد الأهمية فائقة بوحد الأهمية لازمة باش نحيدو شو ديال اللحس ونبسطو المساطر فتمت مناقشات اولا مشروع القانون ربعين سعتاش للتغيير وتتميم ديال القانون رقم 13-09 قانون مهم اللي كتعلق بالطاقة المججدية بالبرلمان وإحالة مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج ذاتي للطاقة الكهربائية لمناقشته مع اللجنة المختصة اللي فيها في البرلمان كما تم تعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء بنشر مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية وتتبع عماية الفصل المحاسباتي رقمتها في يوم 25 يناير من اللي هدرنا عليها في البرلمان لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ففي المجال التنظيمي تم نشر القرار المتعلق بتحديد مصار الأضرفة لحقن اطناقات المتجددة في شبكة الجود المتوسط وكذا إنهاء المشاورات المتعلقة بقرار تحديد مناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية هذه الإصلاحات ستساعد على تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتطوير الإنتاج لم مركز ونسيج مقاولاتي وصناعي محلي بلا ما تجي الإصلاح اللي هو أكثر فعالية فهد في أواخر سنة 2022 بداية سنة 2023 فحضرات السيدات والسادة فيما يتعلق بقطاع المحروقات فقد بلغ الاستهالك الوطني لمواد البترولية سنة 2021 تقريباً 11.1 مليون طن الغاز وال وغاز البوطان 80% من هذا 11.1 مليون طن الغاز وال وغاز البوطان فتجدر الإشارة إلى أنه يتم تزويد السوق الوطني عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة حيث تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن أي ما يمثل 52 يوم دي الاستهالك الوطني الإجمالي ففي إطار السياسة الوطنية الطموحة لرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية تعمل الوزارة على حدث الفائلين الخواص ومواكبتهم الإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 98 ألف متر مكعب باستثمار يناهز 3 مليار دي الدرهم مع ما تم سنة 2023 وذلك من أجل رفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد بالقانون قدرون تكلموا على هذا المستوى المحدد بالقانون ديستينيوم من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية وتفعيل تعليمات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من سنة الشريعية الأولى والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون استراتيجي للمواد الأساسية تعمل هذه الوزارة مع الحكومة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشركة بين القطاعين العام والخاص بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة فيما يخص توزيع دي المواد البترولية فقد تم ما بين سنة 2016 و 2021 ولوج تسعة شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث من خمسين إلى مئة وسبعين محطة في السنة قبل 2016 كنا عندنا خمسين محطة الخدمات في السنة بلغت شبكة محطة الوقود في المغرب حوالي 3000 محطة على السعيد الوطني إدادة المعدل بالنسمة وكما تعلمون فإن المغرب دولة غير منتجة للبترول بما يجعلها تستورد كل المحتياجات دولها من المحروقات من الخارج فبالتالي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الأون الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ 2015 إذا تجاوز خامل برانت 127 دولار لبيرمين يوم 8 مارس 2022 واليوم في الصباح كان في لندن تقريبا 112 دولار لبيرمين فهذه الزيادة التي عرفها العالم في البترول وفي المحروقات التي هي مشتقة من البترول تُعزى لعيدة أسباب شغل السبب الواحد لعيدة أسباب أولاً وحد الضغط اللي هو حاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع اللي بدات مع جائحة كورونا ارتفاع أسعار النقل البحري ارتفاع نسبة التضخم في الأسواق اللي هي مهمة في قطاع المحروقات وقطاع النفط بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تضخم هذي يومين تضخم أوروبا 7.5% ما بين مارس 2021 ومارس 2022 طبعاً تداعيات الحرب روسيا الأوكرانية وافتراكهم ديال السنوات الماضية لينخفاض بنسبة أكثر من 30% ديالستمارات في السلسلة القبلية فعلوة على الضرفية الحالية اللي يعرفها قطاع الطاقة اللي هي ضرفية فريد من نوعها في الخمسين سنة الماضية القطاع المحروقات يعرف ثلاثة إشكالية هيكلية كتساهم في تدبدب الأسواق الدولية أولاً في العرض كيف مما قلناه الخفاض الستمارات ما بين 2015 و2022 وهذا الخفاض في الستمارات جاء بعد ثلاثة الأزمات اللي عرفها قطاع البترول الغاز في العشرين سنة الماضية الإشكال الثاني هو في الطلب إحنا دول العالم تتحاول تخرج من جائحة كورونا السوق ديال الصين مغلوقة فيه واحد الأزمة اقتصادية ومالية اللي تتعطيه كتتتغط على الطلب على البحروقات وعلى البترول وأخيراً في تركيبة الأسعار لأنه تركيبة الأسعار على المستوى الدولي وأوراق تداول حتى هي تعطيه واحد كان واحد لغولة السبكولاسيون لتيكون للا بد تنعيشوا معها فللتخفيف من أطار هذه الظرفية والأحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين والتنافسية للاقتصاد الوطني فقد واصلت الحكومة الدعم لغاز البوطان ارتفعت كما تتعرفوا اعتمادات صندوق المقاسة بنسبات أكثر من 28% مقارنة مع السنة الماضية خلال الشهر الحالي الشهر رمضان المبارك يتم دعم قنينة غاز البوطان من فئة 12 كيلو بحوال 116 درهم وتقريباً 30 درهم بالنسبة للقنينة ديال 3 كيلو بالإضافة إلى ذلك كيف ما كتعرفوا لم تعرف أسعار الكهرباء أي ارتفاع رغم الارتفاع تاريخي الذي عرفته أسعار كيف ما قلتكم في الأول 8% ديال الكهرباء ديالنا الفحم الحجاري والفيول والغاز وال فهذه الثلاث المواد اليوم 8% ديال إنتاج الكهرباء ديالنا فمن المرتقب أن تعرف مشتريات الطاقة لمحروقات واحدة زيادة اللي إعلان عليها المدير العام ديال المكتب الوطني الكهرباء والماء يوم الأربعة في البرلمان فناجمة عليها واحد الارتفاع ديال أسعار ناجمة من ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي وحنا عادي نخليو أسعار الكهرباء ما تحركش فأطلقت الحكومة في شهر مارس الماضي عملية تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيه قطاع النقل الطرقي كتستهدف فئات مهنية مختلفة وسيخصص لنحو 180 ألف عربة هالشي كل شي جاي من دعم اللي كي يدار بشكل الاقتنائي لبعض الفئات اللي تضرات بشكل مباشر أو شكل غير مباشر من ارتفاع الأسعار الحالية وبادرت الحكومة بتنويع مصادر الطاقية كيف ما تتعرفوا من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي هام ومهم وستراتيجي الذي سيمكن من تخفيف تأثير هالتقلبات بالإضافة إلى تطوير استعماله تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال القراوي موازنة مع ذلك لتصدي لهذه التقلبات مستقبلاً لتصدي لهذه التقلبات مستقبلاً وبطريقة استباقية وبمنهجية محكمة فهذه الوزارة مع الحكومة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة هذه الأزمات ومثل هذه الأزمات في المستقبل هذه الآليات مستمدة من تجارب دولية ومن تجارب مغربية وتوصيات دي المنظمات المختصة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المغربي فعنا أولاً اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي دو أهداف واضحة على المدى الطويل أخداً من العين الاعتبار تأثير هذه الإصلاحات الإصلاحات التي تعملت في هذه السنوات الأخيرة نحاول نحطها في مخطط إصلاحي اللي هو الشامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي باش ناخدوا بعين الاعتبار كل تأثيرات اللي هي مباشرة وغير مباشرة دي لهذه الإصلاحات واعتماد مقاربة تشاركية تانياً النهج وهي استراتيجية للتواصل واسعة تعتمد أساسياً على الشفافية في المعطيات تالتاً اعتماد برامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الاستهلاك رابعاً توجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة خامساً ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في هذا القطاع فعلاوة على ذلك فإن هذه الوزارة تعمل على إحداث كما تعلمون واحد المجلس للأمن الطاقي مع الحكومة والذي سيتولى بالأساس أولاً تتبع الدقيق والخاص لوضع القطاع الطاقي الوطني واتخاذ الإجراءات بكل حكامة الإجراءات لمواجهة أزمات مماثلة وكذا تحديد المواد المعنية بالمخزون استراتيجي المخزون استراتيجي المخزون استراتيجي راجعين من الله أن يوفقنا ويوفق الجميع لما فيه خير لوطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والآن أنا متعدة لفتح باب النقاش والإجابة على أسئلتكم السؤال الأول وهو بعد أن ألقب الغرب المغاليبي ما هي المزيدة الحالية في المشروع الذي أنتم على رقصه حول القارب الذي سيكون مغرب من أي المشروع هذا القارب الذي أنتم أعلمتم عليه ولا نعلم لحد الآن أين وصل هذا؟ الثانيين هو سميعنا على أن كنتم مؤخراً أن الاكتشافات الأخيرة للغاز في الشمال هي غير كافية ولا تسمح لإعطاء المخري واحد فيما يخص هذا شكراً أولاً في اجتماع لجنة برمانية سلبياً كما أعلم لكم لا يمكن أن تقول لكم كيف يمكن أن تكون بيع الخسارات سيدة وزيرة فعلاً سيدة وزيرة لا يمكن أن أعلم تفاصيل كيف تتبعوا المحروقات بخسارات لا يمكن أن تكون سيدة وزيرة لدينا سيدة وزيرة في اجتماعات يجب أن يحصل على إحضار لأحضار مدينة في العمل أن يتحرك لأحضار الناس لكي تصل على المستقبل بطريقة يتحرك لتحصل على المستقبل حيث فالنقوم بشكل صحيح والتصوير يتحرك ستعلق من 3 مليارين فهل كان ستعلقا نعم تريسا. نعم. من أجل سيدة محاولة هذا الأنذيق مع الفضائي? ترجمة المتحدة للإجازة على حافظة السلطة إلى من المكلفته ولم ينشون تقامل دقائب في هذه الحاجة في هذا اُعجلة الركيس المتحدة ترجمة مخاطر المتحدة للتحديد وليكن من تقامل هذا الايد في القرار الآن يدعو الأمر في مجرد الإنسانية يتحقق في بعض المساعداتات في المقاعدة المناطقية ويوجد أيضاً أنك قد يجعل التائس في المنطقة دورية نتعاق إليها شيئاً المنطقة الآن لما يمكن أن تجعلين للمساعدة العادي للغاية إلي تفعلها في هذه الأقوال ليس تستخدمهم العثور من العثور كيف لم يستخدمها على الإساعدات اكثر على المقابلة لقومة لك لمسيحة ؟ أavatدان الكتور عن العدد الكتير أننا نقوم بسألت مميينة جدًا et هذا بالضبط قم مساء المنزل لشر في قبل الدية أجل الع clamور من المشاكل عن �ازل والإعالجات الأنفذية إعادة المت��م من المتتعان سيكتب ستبقى لشدر ومحن المتتعان ستبقى لحظارة المتتعان ثانية شكرا الانتناع من التخ Quite استطاع الله يمكنهم ان تدرك الانتجابات السماوات على تجربة المعبوسة التي يمكنهم تستطيع الاجتماعات لدرجة الجفرات استطاع الاجتماعات الاستطاع المعبوسة يمكننا أن التعديق في محمد الاشئي ترجمة نانسي قنقر وطاقات مختار المشتقات التي تخرج منها في البغريب وطاق نحن مضطر علماً أننا لنجل كهداء في المثال الزجية فانوف ينطلق والذي ينطلق ينطلق وهدي الزجرة والعائدات وعلى الرجل وعلى الارضع التقع الحالة وضعية الاجتماعية لهم كان إشكالات كان المنطقة في تسابير حالياً كانت مشو تقدموا القرار البلقية كانت تحرمي فتاة لهم بلغة وضعية بإضافة إلى شركة مونة ولون أطر بيالها وإن شغيل الله لا 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 هذي فرصة الله يعني تتخير فرصة الله يعني تتخير خطركم معاك من احترام معاك من احترام كانت تشكرون السيدوني والمزارة على هذه المناسبة ومتبعثوا أشكروا أشياء في المناسبة الأخرى نحن نراجعوا على كل حي واش المزارة ديالي الطاقة حرمت مخالفات حق الموزي يعني بالنسبة لي ما تازموش بمخزون القانون ثم لدينا في الفيوز الصناعي كانت على طاطر مهم تلقي تجد الكرابة إذا وجدت عليها سينغتنا ومش بيكش يخفض المتحدة هذا من نسبة للاسانية هنجيل طاقة متجديدة نريد أن نعرف واحد لو أصيلا الموكلة تلقي طاقة متجديدة نضعي لها وشنو البرامي ديالها اللي جميل لا مازيب مازيب عندنا على اعتبار انها ست سنين عندها مادار التمشرة سنين في الفيوز مادار التمشرة لاتكم ميطات بسيط بالنسبة للمشروع على الوربيد ترجمة نانسي قنقر 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 de la transformation ou de la réforme qui est faite dans le cadre de l'Office national de l'eau et de l'électricité et dernière question c'est l'accès de la moindre intention l'ouverture de la moindre intention aux énergies renouvelables c'est quelque chose qui bloque aujourd'hui en sachant que nous nous acheminons vers une taxe carbone qui va s'appliquer dès 2023 وثقائما تتكارب في المعروك الثاني والمعروكين لا يمكنك الحصول على أمور نذكر ما يفعله أن تلك المعروكات المعروكية على سؤال الإنسان وكيف سوى إذن الالتغويل المعروك؟ وقد اشتركوا في التعامل مع المناسبة للمساعدة المنزلية المترجمات هل ستجدنا بعض المدرجات عن هذا المدرجة؟ سنبدأ للمساعدة سامير لدينا بعض المسؤولات هناك لذلك ستحدث سألتك بكم على سؤال على السامير لأنه وشوكرا على تذكير خصوصا من الصحفي ديالعنق شوكرا على تذكير أنه كان واحد مسترى قضائيا في المغرب وفي الخارج ولكن لازم نذكر بعض التواريخ اللي هما مهمين في تاريخ ديال لسامير فالمحكمة التجارية ديال الدار البيضاء أصدرت بواحد الحكم في 21 ماس 2016 بالتصفية القضائية لشركة لسامير مع استمرار نشاط الشركة تحت إشراف السنديك وقاضي منتدب والحكم اللي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016 بتاريخ 30 يناير 2017 أصدر السيد القاضي المنتدب أمرا قضائيا بتفويت أصول الشركة بما فيها الوحدات الإنتاجية مع الإذن السنديك بتلقي عروض الاقتناء وفق الشروط التي حدثتها لمحكمة وبتاريخ 14 مارس 2018 تقدمت مجموعة كورال المستكمير باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة سامير بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن المعروف اختصارا بسيغ دي في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها على الأضرار التي لحقتها نتيجة توقف نشاط شركة سامير تم تشكيل الهيئة التحكيمية التي ستولى الفصل في النزاع ويتولى حاليا مكتب المحامات المعين من طرف الحكومة المغربية بالدفاع عن مصالح المملكة في التربونال سيردي فبخصوص قضية مسافات لسامير تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على التفعيل ما تراه مناسبا مع مراعاة جوشك الحويش أولا مصالح العاملين والعاملات في شركة سامير تقريبا 600 في أول مارس 2022 كانوا 6 مئة ديال العاملين والعاملات في سامير مصالح الدولة المغربية ومصالح الإيكو سيستام اللي كان دائر في سامير المديانة المحمدية ففي ضوء قاعد أحد أحكام اللي صادرة في شأن هذا الملف وحنا كان شتغلو إلى هذا الملف مصالح العاملين والعاملات في سامير مصالح العاملين والعاملات في سامير مصالح العاملين والعاملات في سامير مصالح العاملين والعاملين والعاملات في سامير تقريبا وضع حلال المتقصة بشكل كل مددعي، ويأتلك المدداقات يخفي في مددعي الناسفيرات المنزلية. والمدداقات المتقصة التي لا تربط مددعي، لا تربط مددعي، لكن تربط مددعي، تبطت من 400 أجل باريال يوم، ce sont des raffinages aujourd'hui, très compétitifs, complexes, intégrés à la pétrochimie. Les investissements du raffinage en 2022, je ne parle pas de 2016, je parle de 2022. Donc, considérant dans nos discussions avec les différentes parties prenantes, ce qu'on regarde, c'est la réflexion technique, bien évidemment, la réflexion financière la réflexion économique et c'est ce qui a fait je le redis en français il est très important de tenir compte de tous ces aspects là même quand on regarde l'impact sur les prix des hydrocarbures en interne et ceci m'amène à un autre sujet qui est très important بالنسبة للمسيطة و التمتلكيات في الناس المستخدمين كيف يحصل على وضع ذلك؟ مضع هذه المستخدمين من الكلام بالعافي بالمسيطات، بلغتراجات، 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 ومع مضعه في هذا المسيطة، و مددنا الهدف اليوم بحث في الناس المسيطة من خلال الناس مددينة خلال الناس في اعطف التنزل مستوكتب في أو مستوكتب užدو. أو متوكتب عن المنجودة والمعروكية في المقلوب. وجود في النحتاري. وتهل الناس وحكمة الناس موجودة في القالة. في القالة الكتير بشكل أسوء والتعامل في القالة وكثير من أشد مشابات أجل من التجاريات كل الجهدر يملكم من المشاكل في هذه المشاكل في سيارة تترسيطان من أن يجب أن يتمون أنه لا يبدو أنه لا يجب أن يتدع أنه لا تتعجب أن يسلس أنه لا يتدعى في طريقة مفيدة كم الحمدية فهي يجب أن يفترض نحن 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 نخفر نحن 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 Et là on peut discuter. Donc ce ministère est en train, bien évidemment avec le reste du gouvernement, de réfléchir aux différentes solutions. Bien sûr, il y a, et je suis très contente de votre question, il y a en effet un dossier devant le tribunal international du CIRDI qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je ne peux pas aujourd'hui vous donner des chiffres sur les marges, la maintenance. Il y a des solutions. Nous sommes en train de réfléchir à des solutions, en effet. Nous ne sommes pas en train d'attendre la fin de ce que va décréter le tribunal international au CIRDI. Nous réfléchissons, mais ce sont des solutions, encore une fois, je suis désolée de vous décevoir, techniques, économiques, financières. Il va falloir parler avec moi. Il faut demander à l'avocat qui suit le dossier. Ils sont en train d'écouter les témoignages des uns et des autres, mais il faut demander à l'avocat qui défend les intérêts du Royaume du Maroc. Donc, mais j'insiste sur cette dernière partie de ressources humaines, et c'est pour ça que je pense que c'est une excellente idée de faire des assises de l'énergie, c'est une excellente idée de faire de la formation, c'est une excellente idée d'amener, parce que le métier de la prospective, le métier de la stratégie, le métier de la réflexion sur ces dossiers stratégiques est en train de se perdre. Pas uniquement au Maroc, comme partout ailleurs. Le monde entier, dans les secteurs de l'énergie, des mines et de l'environnement, est en train... Oui, les gens partent à la retraite, et la pyramide d'âge n'est pas en notre faveur. Voilà. Est-ce que vous vous en pensez que le scénario de la relance de la santé est écarté, vu le coût de la maintenance, le coût financier ? Je n'ai pas donné de coût. Est-ce que j'ai donné un coût ? Je n'ai pas donné de coût. Vous avez évoqué des réflexions actuellement sur le plan technique, économique, financier, qui se posent en compte que le dossier de Montbourg... Non, je vous ai dit qu'il y avait quelques solutions, plusieurs... Non, je ne peux pas expliciter. Il y a plusieurs solutions, qui sont sur la table. Y compris la Samir. Oui, je parle de la Samir. Je parle de la Samir. Mais c'est dans le cadre d'une réflexion globale de l'utilisation de l'actif industriel. Je ne vais pas vous donner le détail de ce qu'il y a comme pipeline et cuve, etc. Mais il y a un actif industriel qui est là, dans une ville qui s'appelle Mohamedia, qui a un port à côté. Ce sont des actifs qu'on aimerait bien... Voilà, qu'on aimerait bien monétiser, en effet. Donc, on est en train de faire ce travail. Et je ne veux pas donner quelque impression de la solution finale sur laquelle on va plancher. Je ne veux pas donner le chiffre. C'est-à-dire ? Oui ? C'est-à-dire qu'on aimerait bien pour la solution. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن des analyses, des pseudo-analystes financières et économiques sur Twitter. Et c'est tout ce que j'aurai à dire sur ce sujet. Il y a d'autres sujets aussi qui sont... شكرا للمشاهدة وتقالواعد على 3 ميارات حول الأنشار من حول البيضاء من حول البيضاء السلطورات والجمządير محول البيضاء وحول البيضاء ، وفقام طبيعات حول البيضاء أتاقي ، هو من ففي عالمية، حالسك فقط لا 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 ، ليس بحالسي الثمارات نحو جد محول بكثير qui augmente les capacités stockage. Je vais le redire en français. Ce sont des investissements pour augmenter les capacités stockage au Maroc. 2 مليار de dirhams pour les produits pétroliers liquides 3 مليار de dirhams pour produits pétroliers liquides et gaz butane à l'horizon 2023 on parle des deux prochaines années donc sur le stock je finis juste sur le stock sinon après les idées vont donc sur cette histoire de 60 jours c'est vrai que on est en train de travailler dessus c'est pour ça que j'ai annoncé et aujourd'hui je vous ai parlé du ce sont sur ces sujets là qu'il va plancher entre autres, c'est pas uniquement sur le stock de sécurité, parce qu'un stock de sécurité qu'on décide que ce soit 60 jours ou 30 jours ou 90 jours je trouve que c'est trop pour mais bon après vous pouvez me faire changer d'avis mais quel que soit le nombre de jours qu'on décide de mettre en sachant qu'en effet la norme de l'agence internationale de l'énergie pour des gros pays consommateurs qui représente les intérêts des grands pays consommateurs c'est 60 jours en effet dans le cas du Maroc c'est vrai que dans la loi il y avait ces 60 jours mais je veux juste vous rappeler que l'état des stocks pendant les deux dernières décennies a toujours avoisiné 30 jours a toujours avoisiné 30 jours en moyenne alors après vous avez des fluctuations par exemple la dernière fluctuation qu'on ait eu est due principalement à la météo ça t'éche ça il y a du vent il y a des perturbations pour les ports pendant 15 jours ça a perturbé les ports mais ça c'est partout pareil c'est pas marocco-marocain c'est très c'est partout pareil quand vous avez du mauvais temps pendant 15 jours et on aura le même problème sur le gaz naturel quand on aura pour revenir à la question du FSRU j'ai même problème on me dit il y a le problème de la houle sur la côte atlantique on choisit pas la géographie c'est comme ça donc en plus des 30 jours qui étaient le cas pendant les deux dernières décennies les opérateurs nationaux en plus de ce stock de sécurité ils sont engagés financièrement ils ont des contrats financiers sur 30 à 45 jours supplémentaires qu'ils peuvent activer pour garantir la livraison pendant les prochains mois et ça ils le font de manière c'est du roulement c'est de manière automatique donc le problème des stocks du stock de sécurité aujourd'hui n'est pas wesh est-ce qu'on active une est-ce qu'on augmente à 60 jours encore une fois moi ça me franchement ça me crève le coeur quand on me dit il faut augmenter aujourd'hui 90 jours quand le prix du baril est à 120 dollars j'ai envie de dire où est-ce que vous étiez quand le prix du baril était à 20 dollars bon je suis désolée vous arrivez à un moment où il y a une triple crise mondiale sanitaire problème sur les chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas dus à la guerre qui sont dus en partie à la guerre mais qui ont commencé depuis mars 2020 le problème des chaînes d'approvisionnement et on arrive là et c'est là on dit ah non on veut augmenter notre stock à 90 jours bon il y a juste un petit problème de bon sens ici encore une fois c'est pas sur twitter qu'on va prendre ce genre de décision donc c'est pour ça que nous avons bataillé au sein de ce gouvernement pour créer ce conseil de sécurité énergétique pour réfléchir de manière que ce soit beaucoup plus automatique et réfléchir aux problématiques de hedging à plusieurs problématiques je vais vous annoncer plus tard quels seront les prérogatives de ce conseil mais toujours est-il qu'aujourd'hui on est dans une phase où vous avez un mois de stock c'est à peu près un million de tonnes de produits c'est 8 milliards de dirhams minimum au prix actuel 8 milliards de dirhams moins un mois oui ça pâlit à côté des 23 milliards de l'ONE en effet donc sur ces histoires de stock encore une fois on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit on n'est pas là pour garantir la sécurité d'approvisionnement de ce pays et le développement durable de ce pays sur la question je crois sur la question de l'autoproduction rapidement parce que c'est une question qui va alors encore une fois comme j'ai dit pendant le pendant mon intervention il y a effectivement cet excédent de 10% qui avait été prévu par le projet de loi sur lequel il y a eu des consultations qui ont été mises sur le site du ministère pendant les mois avant que j'arrive etc et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut le faire en deux parties on peut continuer là ça c'est l'ONE ça sur la partie attendez qu'est-ce que je disais oui il est 10% alors moi je je suis pour l'ouverture à la moyenne tension basse tension on a un système électrique qui est là et on a des opérateurs qui sont là on a des régies de distribution qui sont là et nous avons ce gouvernement à son propre projet de réforme de tout le secteur électrique qui est en cours encore une fois on n'est pas en train d'attendre on est en train de travailler là dessus mais en parallèle il y avait des projets de loi sur lesquels je pense qu'il est sain et important d'avoir des consultations et d'écouter encore plus par exemple l'histoire des 10% oui on peut revenir à l'esprit de la 1309 et l'augmenter à 20% en effet en effet et je voulais entendre de la part des différentes parties prenantes y compris notre gestionnaire du réseau oui pourquoi pourquoi rester à 10% donc c'est un sujet qui est bien entendu en discussion au Parlement sur lequel nous pouvons en effet augmenter à 20% mais pour moi le problème il va au-delà parce qu'entre temps comme le monsieur l'a très bien dit notre secteur industriel sur la moyenne tension a besoin d'être compétitif à se décarboner rapidement etc c'est pour ça que nous avons et je l'ai signé dans mon j'ai signalé dans mon introduction c'est pour ça que nous avons signé des conventions avec le ministère de l'industrie avec le ministère de l'intérieur avec tous ces partenaires pour pouvoir permettre aux industriels d'avoir accès à d'énergie renouvelable sur la moyenne tension rapidement c'est pour ça que j'insiste dans le cadre actuel nous opérons avec les subventions donc on a commencé par Knetra après il y a 4 autres zones industrielles sur lesquelles nous avons fait la même chose pour pouvoir rapidement en 2022 donner accès aux industriels moyenne tension à de l'énergie renouvelable qui je l'espère sera moins cher en effet que l'électricité venant des énergies fossiles voilà donc je pense que sur ce point là c'est clair je vais juste répondre à la question sur Midelt avec la réponse sur Midelt vous allez avoir vous allez avoir là aussi la perspective sur Mazen en tant que encore une fois entreprise publique qui rentre dans le cadre de la réforme des entreprises publiques qui est aussi en cours c'est aussi un énorme chantier sur lequel on travaille avec la ministre de l'économie des finances c'est un chantier qui est en cours sur la réforme de toutes les entreprises publiques parce que lorsque vous regardez leur situation financière bon c'est vrai qu'il y a deux secteurs qui sont montés très rapidement l'énergie en effet c'est un secteur où il y a besoin d'une réforme assez rapide donc là on est dans ce cadre là mais pour revenir pour reprendre le projet de Midelt on est plus un projet qu'on veut dire les arabes ou le français l'arabe 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 la vième l'arabe 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 la moudel d'arabe dans ce cadre d'un projet dans le cadre d'un projet فوكالة مازن بدأت كتعمل إنجاز ديال البنيات التحتية اللي هي ضرورية، عندكم ربع لاف اكتار وقع البنيات التحتية اللي هي ضرورية دارت فالشروع في إنجاز ديال مشروع ديال ميدلت وكانت في العرض ديالي في البرلمان نهار الاربع هو من أولويات اللي ما ذكرتش اليوم في العرض ديالي ولكن ذكرتو في العرض ديال النهار الاربع أولويات ديال هاد الوزارة وإحنا كنشتغلو حاليا على هاد الموضوع مع كل مؤسسات المعنية بما فيها مازن وبما فيها الديولوبر ديالبروجيه وليبايور دفون فان باراله احنا منقدش نعطيكم اليوم وقتاش غدي يبدأ وقتاش غدي بدا اعطينا تلاقة ديال المشروع ديال النهار ميداد ولكن احنا خدا من فيه لأنه عندنا واحد واحد التحديات واحد الإكرهات وما يخص جدول الزمني دياله هدا واحد المشروع اللي تقوطه أكثر من ثلاث سنوات فنحن سنحاولو نصرعوه باش نعتاول انتلاق ديالو ان شاء الله في الاشهر المقبلة غادي يكون عندكم واحد نضرة بكل شفافية فين غادي يوصل لمشروع ديال ميدلت وان باغاليل عطينا الاطلاق الفعلي للبرنامج ديال نور بيفيل اللي هو احتوى فيه 400 ميجاوات ان شاء الله غادي نوقفو الى تسريع ديال هاد هاد المشروعين واحد المشروعين واحد المشاريع اخرى اللي كانت مع الطلا في هاد اربعة السنوات الماضية يعني متأخري ماشي ماشي علاقي بل جائحة متأخري لانه كان واحد الاطار مؤسساتي وتشريعي وتنظيمي اللي خصوا واحد الاصلاح عميق دوك شيلي قلت فتدخول ديالي شريعي من فتدخول ديالي ان جانسي اللي خصوا واحد انا نحتاج الى الحقيقة excellente occasion pour pour accélérer la réforme du secteur gazier puisque ça aussi ça a été lancé en 2009 en retard et donc je vais en profiter pour commencer à l'éctitif l'éctiscav la réforme du secteur gazier ça a été lancé en 2009 en retard mais je vais en profiter qu'on doit dire l'éctiscav فات في الشمال في العرايش موصلتش للمستوى اللي طلبنا ماشي هذه الجملة اللي قلت أنا اللي قلت سيه ترس سمبل في أي بلاد؟ ان فرنسي؟ ان فرنسي؟ ان فرنسي ان فرنسي ان فرنسي السحاب الناسي المسلمين ورحب التمجرع وظلت الناسيقين المكنة أقوز تم غير في الناسيقين أو المنسلمين 皆 مول هون ذالبا پوز العراية لا تقوز المبارد اللي السحاب العراية ألة سألة سألة، أمسكالات، لا حتى ألحاب، لا أخير من أن أصلاح أولاً؟ عمي من انتحدثات التكريف، اولاً لذلك، لا أحدثة لذلك، إن أولاً لذلك، في الأمسكال، جميع المحاولات أنناساة في العلاج، لم أكن أطلقاء من حولها، لا تضعين عن ، يتمكن من تصليم التعامل، على السامر، للت校فيات هذا هناك للتقديم وضع... أنني أعلقكم في تقديم الفرق في الجزية ونسبب في أولاً كلمة التقديم الفرق لا نقل في المنزيع فنن لا نذكرنا أن نكون مجمع أكبر في الانبلم الحياة في المنزلة إن كنا نسأل جمع الأكبر للأز السبب أعرف الأفضل، إنه سنة أعطيك فريدي مع العوار في السعودية، في المنزل وكتار محبوظة في العوار في العوار في القطاع، سنة أفضل، سنة أفضل، يمكنك العوار في القطاع، وفي أعطيك فريدي أخضر، ويجب أن يكون لديه لديه في هذه المنزلات المنزل يملك في المنزل كلها في المنزل في المنزل وهاية الأنساة فأطلق الأنساة أن تقول لدينا حقيقة أعطل المنزل لا يمكن أن يكون مستمر حتى يومينا 30 عامة المنزل لماذا؟ فأطلق على المنزل الذي كانون من المنزل لأنهم سمسلمون وأنهم لديهم فقط الإنالة progressية التي في المقبلية لا تنسى المقبلية في أحد المعامل سنسى جديد للتعرف الإبسية أبدا فaremما يكون هناك في العديد من ترابيه كبيره يوجد أن أعجاً يوجد لحقاً لك أن مقبلية السابية كياء العمل يجب عليك وبالتالية العديد من فقط فَيْرَيَى سُقَّى لأنّي يرحب التعرف المقبلية وثنية للشمس المعديد لدي أرoutine شجرة أسلجة إلى عدوء مكبيرة لنظران البحراء في أن نسأل الجديد من العقل عرفية المنظمة ليصد einen bestimmطفل ايام كل الأن خلال الأسلجة هذا للحصول أية مشكلة وكما أن أردتها ليس أيni برسيığة لنسأل برسينا لأنها برسينا برسينا لن س يصلك لا أعتني برسينا لأننا سيكون هناك الانضررررررغ رأيش موسيقى أسفل جيدا في مقاطع التعامل بخارج المتعاني بالعبارة التعامل منطقة دعنا في هذه الوئكس فالته مهتم بالحضول الهتمام الذي ممت بس أيضًا قطعي منطقة المتعاني في البيت السبب أن يكون أجازًا آخر لأننا أحقق بالعبة في أكثر ما ي进行 بيوانا أيضاو أعرف يكن هذا مباشر أنت لا تريد الأنفاع تريد ما يوجدان كذلك سمعت ليست معาย رجاضي لأنه يشغل مجتمع نكشف بزرخ ما يشغل مختلفة يستطيع الاشتراك على الدكات السوق الاشتراك الدكات السوق الى السورة توقت كبير نقارب رسولة تأعاوية أو يحتجم مستخدم بأن أجد رسولة ولكن تدريب رسولة الدواجة لعدد وكذلك سواء ليس أحد ف 준�مي وكذلك فعلت لإنقال لأنه كبير رسولة الدواجة لمبيع ومع ذلك، ويمكنك العزود بيه، تاتيك. سدقاء كذلك، على رجب أن أتمر في هذا المعارسة. أهل ليس بسرارة في تلك السببات، أحبب أن أخبر على الجيد. والذي يوجد هناك الأشياء، أحيانًا، ومع ذلك، ومع ذلك، بسبب أن تتبع من الواقع، خلالة أيضا، وقوم بمثال، المترجمات التي يصل المعادل إلى 42% في 2021، بخلال إحسابة أكريم من المنزل في تقربة إلى إرنغ اللامرات وإن هذه ملاحظة إلى الكنترات حيث عدم للتصالح أساسة إلى السائلة إلى الجزمية عن أساسة إلى السائل، وأساسة إلى السائل. أساس بخلاش، بخلاش فيما أساس أليم من أساس، ويغambặc على الموضوع الذي يجب على التركيخ يمكن أن يستطيع الوقت لها ونحن التكليد لك في سسلح المفجرة أولاً لم ت تجل المفجرة سأسر إلى هذه الأرواية ورى لبعليها النتيجة حلى للتكليد وطريباً على أبن الأن ونحن تجعل الوقت مرئبا معه إلى المعاقر إلى المعرفة العالمية لديه وسببوني مستريحنا لا اعطام الوصول على المنظمة على الموضوع demi اعطام الوصول على المشارة كنت أخذر جدا مستريحنا لا أتشعبنا نستريحة العالمية على المشارة العالمية شريحة العالمية التي شرحها عنها. والإحصال انتجاب من المهمة على التمثير السامي المعنور للاكفياه مرة أأسس مثل تجلب حتى الاسترات المغربة مجرحًا للاكفياه على المحاول المغربة وضع إلى مشاركين من المعنور وضع هذه العديد من المحاولات وضع بعض المغربة من المغربة فى النهاية في الوقت مع الحالي نحن في مستوى الانتظار في الوقت مع نوم اعجبه أن يحدثنا مع تلك الوقت يحدثنا أيضا عن الكثير من المنظمة عن وضع سيئة والتدرج من الفيديو والمعارج فيها من المنطقة في الحقيقة للتطور على المعيش الاختراكز من المعروض، وهناك، مع الحكومة بخاء، وهذا السيء دمه يكون ليهبدا، لكن لا يمكنه لعبداً بالقوة، على المعروض بالططوري، كما قamatين المعروضين من المشكلة المتحدة للنبيانية. أيجب أن تستبدأ المتحدة لتقليل، Après, c'est une question de finances. Il faut faire du hedging, c'est une autre discussion. Mais sur la question purement sécurité des volumes, vous aurez accès à un marché international du gaz naturel liquéfié. On s'est bataillé pour ça. Donc, lorsque vous me posez la question sur la diversification du mix, c'est pour ça que je l'ai dit, le gaz naturel fait partie intégrante de la diversification du mix dans l'électricité pour pallier à l'intermittence du renouvelable, dans l'industrie, parce qu'il y a encore des industriels qui dépendent d'énergies fossiles chères, propane, etc., fioul spécial, et également dans la logistique. Si le Maroc veut se positionner comme base arrière de la logistique dans son commerce et dans son industrie, c'est important. Donc, le gaz naturel est la seule source d'énergie fossile qui est pauvre en carbone, mais également qu'on peut utiliser dans plusieurs secteurs. Donc, pour revenir à votre question initiale, je sais que vous êtes très impatients d'entendre les détails croustillants du contrat. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner de détails, parce que c'est un contrat, justement. Donc, mais, pour être très transparente. Alors, nous avons lancé, évidemment, des consultations avec les fournisseurs mondiaux. Alors, parfois, c'est des pays. Parfois, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de portefeuille, des portfolio managers, qui ont accès à la malécule, pour avoir justement accès à ce marché liquide. D'accord ? Donc, nous avons lancé ces consultations-là. Entre-temps, il fallait régler le problème du transit. On ne s'approvisionne pas de l'Espagne, s'il vous plaît. On ne s'approvisionne pas du marché européen, s'il vous plaît. Je le répète. Donc, le transit est réglé. Ça a été réglé. Qu'est-ce qu'il y a ? Avoir accès à la molécule. Et donc, encore une fois, en sachant le retard qu'il y a eu sur ce chantier, on a, ce que nous avons fait, c'est de découpler, de séparer le chantier infrastructure du chantier molécule. Donc, l'histoire du FSRU, c'est en cours, mais c'est séparer de la partie molécule, pour justement ne pas être otage de la partie molécule. Donc, ça, c'est la première chose depuis octobre, déjà. Donc, c'est en cours. La partie molécule, moi, je peux vous dire que pour moi, à mon sens, mais ça, c'est une satisfaction très personnelle. Le Maroc est déjà rentré sur le marché international du gaz parce que les équipes qui étaient en charge de négocier ces contrats, de discuter avec les fournisseurs potentiels, ils se sont mis en face de traders chevronnés du gaz naturel liquéfié. Pour moi, c'est très important, cette capacité de négociation qui n'existait pas avant. Nous n'avons jamais acheté de gaz naturel liquéfié. sur le marché international. Donc, pour moi, c'est fait. Nous sommes déjà l'ONE, l'ONIM et les acheteurs, l'ONIM qui représente les intérêts d'acheteurs industriels, sont déjà sur le marché international du gaz naturel liquéfié. C'est déjà le cas. Après, je ne fais pas partie de la commission qui s'occupe de l'achat du gaz. Donc, je ne peux pas vous donner de détails sur la marche de ce contrat. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle dans les prochains jours. Et pour vous donner encore une fois la date exacte, nous avons des dates, mais la commission a des dates. Je ne suis pas au courant. Pour éviter l'Europe et éviter les dames, vous avez dit que le Maroc n'achètera pas de gaz. Le Maroc n'achètera pas de gaz. du marché européen. Le Maroc s'approvisionne du marché international. Le marché international est vaste. C'est une opportunité en or d'avoir accès à ce marché international. Le marché américain, si vous voyez les... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Le prix à Henry Hub au marché américain, c'est 6 dollars la BTU aujourd'hui. Il y a deux ans, il était à entre 3 et 4 dollars. C'est un marché qui est relativement très ennuyeux. Le marché européen, les prix du gaz sont à entre 30 et 36 dollars. Enfin, il était à 27. C'est entre 27, dirons 25 avec la crise, 27 et 36 dollars la BTU. Marché asiatique, je n'en parle même pas. On se prend l'hiver asiatique à chaque fois. Donc, pourquoi se borner un... Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'informations. Je vous les donne, je vous les donne l'information. Je vous les donne l'information. Le but de tout ça, c'est avoir accès en un temps très réduit, en quelques mois, avoir accès pour la première fois dans notre histoire au marché international du gaz naturel liquéfié. Donc, le cargo, je ne peux pas vous dire aujourd'hui... Enfin, ce sera l'équipe, le comité ad hoc de vous dire quand est-ce qu'il arrivera, de quel pays, oui, si vous voulez. Alors, la question du prix, c'est là où je reviens à... Parce que nous avons lancé les consultations, parce que comme on ne voulait pas... Alors, la facture, je laisserai le directeur général de l'ONE, vous donner plus de détails sur ces finances. Mais la facture des 24 milliards, c'est avec la consommation actuelle de fioul, de charbon et de gasoil. Donc, quand je suis sortie au Parlement, j'avais dit que ça permettrait l'accès au gaz naturel, alors en fonction du timing aussi, ça permettrait de réduire cette facture, alors ce que j'avais appelé à l'époque la facture de nos réformes, à peu près de 30%. Et encore une fois, c'était l'estimation que nous avons faite dans ce ministère, 25 janvier. Entre-temps, il y a eu une guerre, il y a eu beaucoup de choses. Donc, tout ça pour dire que nous voulons aussi faire rentrer le gaz naturel pour pallier à l'intermittence des renouvelables, pour aider le secteur industriel qui sont affamés de gaz naturel, pour permettre la concurrence dans ce secteur-là, mais également pour réduire la facture énergétique de l'ONE, parce que, vous voyez, si ce n'est pas le citoyen qui paye, c'est l'État qui paye, donc c'est l'un ou l'autre. Et ce sont des investissements qu'on ne met pas dans des services sociaux, dans d'autres choses, dans l'éducation, dans des choses qu'on voudrait faire. Donc, c'est pour ça que pour moi, la question du gaz est intimement liée à la facture de l'ONE. Alors, nous ne sommes pas sur des contrats, sur la molécule, on est sur une perspective moyen-terme, sinon long-terme, et puis... Pardon, moyen-terme et long-terme sur le contrat des gaz qui vient d'être conclu, c'est ça ? Il n'est pas encore... Ils sont en train de finir. Laissez les... Excusez-moi, je veux juste préciser pour savoir si on n'a rien compris. La molécule. Le Maroc, et bien sûr, le marché international est en train de négocier aujourd'hui des contrats. Est-ce que ces contrats ont été conclus ou pas encore en cours ? Je poserai la question à la commission, au comité... C'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Je voulais bien... Soyez patient, soyez... Non, mais... On a accès à cette commission, je poserai la question volontiers. C'est... Encore une fois, c'était des appels d'oeuvres restreints, confidentiels, que nous avons lancés. D'accord. Qui sont en cours. Et comme je vous ai dit, c'est une question de quelques jours, j'espère. Donc, on a reçu des réponses, et c'est maintenant qu'il y a la commission de trancher... Oui, 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 nous avons reçu... Nous avons reçu plusieurs réponses, enfin, plus de... Une dizaine de réponses. D'accord. Donc, il y a un engouement pour la demande marocaine. Il y a un engouement. Malgré les volumes, j'aurais aimé que les volumes soient plus que ça. D'accord. Mais il y a un engouement. Il y a un engouement pour le marché marocain, le marché du gaz naturel marocain. Ce que je veux dire, c'est que la décision, elle est à un autre niveau. Donc, aujourd'hui, pour... Et une fois la décision sera donnée, il sera question de calendrier, de livraison par la suite. Oui, alors, encore une fois, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner de date, parce que je ne vais pas commencer à... Je vais commencer à... C'est plus clair. Et du coup, une fois que ce gaz sera là, on pourra activer les deux centrales. J'espère, j'espère pouvoir aller... sur les finances de l'ONE qui... Enfin, en tout cas, sur le déficit prévisionnel de l'ONE. C'est très clair. Absolument. Je pense que c'est une urgence. Je pense que c'est très agréable. Moi, c'était une urgence depuis octobre. Oui. Enfin, je... Moi, c'est... Encore une fois, c'est une urgence depuis octobre. Mais étant donné la complexité de la chose et le besoin de ramener la chose au bon sens, encore une fois, ce n'est pas sur Twitter qu'on allait négocier des contrats de gaz. Bien sûr que c'est urgent. C'est plus pour les réseaux sociaux. Parce que Elon Musk a... Je suis à Twitter, Elon Musk. Mais elle m'aché à Twitter. Vous demandez la commission qui est censée être congé ? Adoc. La commission Adoc. Il y a quelques jours. 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 Les détails, il y a quelques jours. Parce que le prix... Alors, il y a encore la partie FSR. Donc, la partie FSR, c'est la partie infrastructure. C'est comme on l'avait... Où sont Ménades, d'ailleurs ? La partie FSRU... Non ? Oui ? Je continue sur la partie FSRU ? Donc, la partie infrastructure, nous avons créé la partie molécule. Que l'Espagnol appelle molécula. La partie infrastructure, nous avons créé la partie molécule. Et c'est très important. La partie infrastructure, elle est sur trois épisodes. Comme ça, c'est la vidéo de la halequette. La halequette l'aula, c'est l'histoire du transit. Donc, depuis novembre, nous avons créé les pays amis, les pays mojawéra, l'Espagne, le Portugal, la France, les pays européens, pour dire qu'il y a des infrastructures qui sont soit sous-utilisées, soit non-utilisées. C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. nous Nous avons créé la partie de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. Cela serait d'un de l'un de l'un de l'autre sur une contre l'un de l'autre. Il y a des deux centres de l'un de l'autre sur une contre l'un de l'autre. Il y a cette vidéo, nous avons shedé la partie. المترجم الثانية هي اللي جاين لها و بدنا كنفعلوها دبي حتى يدوبي اكتبر لدوزم اميزودي سيدير إحنا خسنا دوت فاسون وخان استعملو لكاپسيته اكسدنتر لكيني فأوروبا وخان دوزو من ام باي او روبيا ام الانبوب لسي دوز من الاسباني ونكملو الانبوب دمغربي وخادك شي مالغي سلا اذا 01 complainة انه لديك عمراء اقول لك ايقص استعمال البعجيش Dan RT الانبوب الانبوب اذا've ماركس 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 هذا مهم جدا تحويل الغاز الغاز الموسال إلى الغاز طبيعيه المثال سيكون في الارض وفي المياه المغربية تحويل الغازات الغازات من المترجم الغازات وفي المترجم الغازات من القبن موجودون ى القبن فالدتروا معناه على المترجم الغازات والعنى دو أولى في المناطقيني أو البلاد المترجم للقناة 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 مهما يريد أن نريد أن نتعرف 3500 كم من قاتل موجود في أجرف مكلمة ودخلا مطلق على قطعه مكلمة تمام نادور حتى يجب أن يجب أن تديم محمد يقنترا وطنجا نحن أخذ نجو أن نحن أن نحن أن نعرف إليه لماذا لا يريد أن نحن أن نقعد على المستقبل الأمر أعتقد أنه يمكنناه ممكن أن يكون مفترضي لشاركة أربعة لكي يرجعوني أسرحة الناسية لكنه يجب أن يتبع لعلى التعليقات في الويل كي يفتح من الويل أن يجب أن تجد المنزل من المنزل من المنزل لإنهار الانتخابة الدر، الدرست من العام peril، قد مستخدم التعامل. يمكنكم أن البسيط يصبح الانتخاب في العامل الانتخابة في البلغان، في قبل أنه في المدرسة في هذه المدرسة لمدة الدرسة في حدود الانتخابة، فالإننانا نزوج الانتخابة جزائية القديمة، المنظرة من أغلبية ، المنظرة من الأغلبية ويجب على أن نادرحة المنظرة من المنظرة من السيحن فتراص بيكم سيدة من دون أغلبية هذا أفتقار في طبابة سيدة عن الأغلبية اتضاد في الزراجات المنظرة من دون أغلبية بدعيناً لسفريقاء سيطرة بالتراصيل إذا لايدنا في النقطة الثانية eingesناس قبل إنسان محددينية موطقًا أن يكون الغدارة من الزمجال ليس قلنش نفعل لسي نoxى تجهب على الالظراء الطاقة يقل على الارضاء البطاقة يسرح على الالظراء البطاقة اللي أحسنت جيدة اللذرة على المدديني تحليل الغدان وله وله أسفل على الأسأل العالية je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire il y a une interférence avec les micros de la République. الحكامات والتصور والمواد التي نريد أن نترك فيها في المجلس الامن الوطني. أمن الطاقي. هل هناك أيضًا إلى المتجد للتاقن الناوية؟ سوى مضة وقت أكثر. لـ المترجم للشيء والتركي في الفلود الذي سموية. بنناتنا على الإثارت or شأن نحتة، عليه وازمان ، brightness ، ، وتمثال تغرير كثير من الك medانسنور كنستان ، أمسنور نفسك بالعاضل ، فهني قلن كل إنسياتي للنطر بين ال VERaxة مع Jouetta يكون أغن Blind. عليNS فرسلة المنظر نقر حوان الهراء كنسيسة دعوا شيء لكنه يجب أن يتصل thereل فرصح وفرعتها ترجمة نانسي قريبا تقريبا على التقريب الانتقريب 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 الانت وحسب التعبير ونستخدار نحضر وزبوظات للتعالي منديك جديد معناه لا نرتديك من المتألة لانجاه نانية الدهورية الانتخابة للتعالي براديم لمحاولة لامعنزق يترجم إلى المتألة المترجم لديك الانتخابة يقول ... ، خلال عليك تعني, ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتسط небольшية فقط يعني على جدات الحياة لديهم لأنها في جديد صفحات المغربي ولكن لديهم فقط يستطيعون أن يمكن من تجد المالجيين في صفحات المعارضة ومنها الآن في أشخاص المغربي تصدرح في سбоهن الصفحات المغربي اليوم الآن الان خالي من المالجيزين يدرون على أستعاد الملكي اليوم لديهم أنت من قبل الواضيع المنزل في الواضحات الم verdiية او الضلاج الاجتماعين. улиنا انظر حلوكات المتحمولة. لذلك هي مهم هل سألونت لذلك؟ لذلك هو المهمة هل سألون؟ سواء حلوكات ان تكون قريباً وعن قريباً قريباً اليوم. تطعباً أعطان إليها أنا تقليل النية التي تتطعون بخلاص محقالة. من فاجأ تتطع على الاجتماعات und تتطعون يعتبرون جميع مرد من التعليل إلى الجهر المنزلل من يطلقون et on essaie de faire la même chose dans l'électricité, dans le gaz et dans tous les autres secteurs libel la transition énergétique. Ah oui, l'efficacité énergétique, c'est vrai. Vous pouvez lui dire d'attendre... Oui. جاوبت عليها جاوبت عليها جاوبت عليها قلت لكم انه عندكم هاديك ستين يوم في القانون فدبي دي دي سيني عشرين عام هو المخزون في ثلاثين يوم علاش بغيتوا تطلعوا الستين يوم ولا تسعين يوم حيث كيف مقال السيد قبله ملي تكون السعر ديال البترول واصل مية واثناش الدورة في البرانت علاش ما قلتوا هادي ملي كانت عشرين ثلاثين ربعين قادرنا نتسامح معكم اللي كانت خمسين ولكن هداول المشكلة هي خص هاتشي الدار في احد منظومة شاملة حيث اللي كتقولوا تسعين يوم انا مبتفقاش انا اليوم انا شخصيا مبتفقاش مع تسعين يوم فهمتوا؟ احنا بغينا نعودوا نشوفوا هاد القانون وهاد القانون بالتركيز وبالحكامة وبحال كيف مقالت الفاعلين اليوم عندهم 30 إلى 45 اليوم ديال ستوك فينسي ديال كونتخاف فينسي رمكينين عندكم 30 يوم ديال ستوك فيزيك وعندكم 30 إلى 45 يوم ديال ستوك فينسي ولكن كان حتى نصر على هذا البزوان باش نشتغلوا لهذا الشي بطريقة حكيمة لأنه ما نقدروش نبقاو في التزايدات في سوطوف هاد الكيشون ديال السيكوريتي إينارجيتيك ديال البلاد جاوبت على السؤال؟ أكمل بالنجاعة الطاقية حتما جاوبت على السؤال ديال نجاعة الطاقية في البنايات فقطاع البنايات كيمتل تقريبا 33% من استهلاك الطاقي النهائي الوطني 33% فكما كتعرفو تم إنجاز واحد المجموعة ديال المشاريع منها برنامج ديال المساجد وديال المرافق الاجتماعية وتم اتخاذ القرار أن تكون الإدارات مثالا في مجال نجاعة الطاقية وهذا الشي تكلمنا عنه البارح في الجلسة على استراتيجية الوطنية لترمية المستدامة وتأخذنا واحد مجموعة ديال المبادرات باش نستدون فعلوا هاد الشأن في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وأنا كنت شرط في الكلمة ديالي للبرنامج لي كيستهدف وهذا هذه نقطة مهمة المؤسسات التعليمية والبنايات التابعة لوزارة العدل لماذا؟ لأنه في أي مدن تتلقون ولكن في أي دوار في أي بلاسة هتلقون إما مدرسة أو لا جامع أو لا وزير العدل بغايدر لمحكمة موبيع بغايدر محكمة محلية فإذانا غاستعمل إحنا بغايدنا نستعملوا في هاد الوزارة هاد البنية باش نديرو نستعملوا البرنامج ديال التأهيل الطاقي باش نكملوا الكهرباء القروية ومن الجيهات التنظيمية والجيهات ديال القرار هو تم الإصدار ديال القرار المتعلقة بالافتحاصات الطاقية إيزامية اللي كتهم كذلك القطاع التولاتي يستغسير وإصدار المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي لتجهيزات التي تشغل بالطاقة من هات الثلاجات والمكيفات والمحركات التي تتغيرها فهو قطاع ديال البنايات جد مهم لأنه كيكتر متولوت ديال الاستهلاك وهو جد مهم لأنه غاي خلينا نصرعوا واحد الورشات اللي كانوا عندنا اللي ما كملوش وكان فيهم شوية ديال التأخير في ميدان الكهرباء القرائوية ومشاريع أخرى اشتركوا في القناة